وأنا الآن سأقدم الحل لسؤال كيف ننهض، كيف تنهض هذه الأمة، الحل في كلمة واحدة، الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة بإخلاص وصدق، عندما تدعو إلى الله الرشاوي هتقل، الصرقات هتقل، الفساد هايقل، أستاذ الجامعة لما يستغل منصبه في الدعوة إلى الله عز وجل، في تعريف الناس بالله، في تحبيب الناس في الله، هيحاول يكون نموذج لمسلم صالح نافع لأمته، فهيتطور من نفسه، المسلمة عندما تدعو إلى الله عز وجل هتفخر بحجابها، هتربي جيل صالح ينهض بهذه الأمة، هيكون عندها هم نصر هذا الدين، فتؤسس بيتا مباركا، الدعوة إلى الله عز وجل والله حل لكل مشكلة في هذه الأمة، الدعوة إلى الله هتحولك لشخص ديناميكي، منتج فعال، مش شخصية منبطحة، عندها هزيمة نفسية، إمعة، الدعوة إلى الله هتدخل في الإسلام علماء كونيات على الجاهز، هو السلف فتحوا هذا العالم خلال سنوات بإيه؟ بديناميكية الدعوة إلى الله، بحماس الدعوة إلى الله، بالصدق مع الله، لذلك أقول لك أخي الكريم أختي الكريمة، اجعل لك مشروع دعوة إلى الله سبحانه، اجعلي لك مشروع دعوة إلى الله سبحانه، مشروع دعوة، واثبت عليه، فرغ ساعة واحدة يومياً للدعوة إلى الله عز وجل، وكل يوم طور نفسك دعوياً، هتجد نفسك بالدعوة إلى الله عز وجل مقبل على الحياة، عندك همة ونشاط، مكتهد في دروسك، هتكون بالدعوة إلى الله عز وجل أكثر إنتاجية، حريص على نفع الناس، هترتقي أخلاقياً، هتنسى الاكتئاب والقلق والخوف من بكرة، هتجد نفسك من خلال الدعوة إلى الله وكأنك أردت من جديد، الدعوة إلى الله مشروع نهضة هذه الأمة، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كما قال مالك رحمه الله، لازم كل مسلم يكون عنده مشروع دعوة إلى الله، اشرح حديث كل يوم لمن تعرف، اطلب علم شرعي، اعمل قناة على التطديقات الحديثة الإنستة ومشعارف ايه، وعارف الناس بالعلم الشرعي، زاحم أهل المنكر، زاحم أهل الباطل، ادرس نقد لفكرة هدامة بدأت تنتشر زي النسوية، إنكار السنة، التطبيع مع الفواحش، ادرس نقد لهذه الفكرة، وقرأ الكتب في هذا الموضوع، وقف على هذا الثغر، واثبت عليه، واجعل هذا الموضوع مشروع حياتك، اتعلم لغة جديدة، وادعوا الناطقين بها إلى الله عز وجل، واعزم وانوي أن تفرغ من عمرك كم سنة للدعوة إلى الله، اتدخر أموال، وأسس نفسك علمياً وشرعياً، عشان لما وصل أربعين سنة، أفرغ إن شاء الله من عمري عشر سنوات للدعوة إلى الله سبحانه، لو أنت بعد الأربعين زي حالاتي، إن شاء الله أوصل خمسين سنة، الشيخ الشعراوي رحمه الله بدأ مشروع الدعوي بعد الستين، فالحل لكيف تنهض هذه الأمة هو بالدعوة إلى الله، وليس بالحرب على دين الله، ولا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.